السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم أعزاء الطلبة؟ سنكمل اليوم في حصة اللغة العربية دمدأ التدريبات درس ابن الهيثم هيا نفتح الكتاب على صفحة 49 صفحة 49 عندي قاعدة جميلة وبتعرفوها من قبل لكن علينا التركيز عليها والانتباه أنه هي ليس لديها نمط معين وهو جمع التكسير لاحظوا لي عندي الجمل وقت أوقات وزن أوزان لون ألوان نجي هون على الجهة الثانية تاجر تجار ما في نمط معين لهذا الجمل عندي جمل مفرد عندي كلمات مفردة وكلمات جمع إذا لاحظنا وقت أوقات أغلبكم بجزء يشوف لي أوقات ميس انتهت بألف وتاء فرح تكون جمع مؤنث سالم لا يا ميس إحنا شو الجمع المؤنث السالم؟ مفرد مؤنث زائد ألف وتاء وقت ليس مفرد مؤنث هي مفرد نعتبر الوقت هي أصلا نعتبرها زي مذكر لكن يعني وزن مذكر معنا حكي وزنات لونات فلون ألوان وقت أوقات فإحنا من نجمعهم يوم أيام فما إلو نمط معين جمع التكسير جمع التكسير ما إلو نمط معين لكن في وقت أوقات بدك تلاحظ إنه هي مفرد وقت وليس جمع مؤنث مفرد مؤنث مثل معلمة أو مدربة هون عندي مدربة أو نبات نبات بارعا المؤنث نبات نفس الكلمة ضفطلها ألف وتاء نبات نفسها لكن ما فقط بضفلها ألف وتاء وقت ما ضفطلها ألف وتاء بتصير وقتات وقتات ليس هون دك تنتبه إنه هي أوقات جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم وأوقات جمع تكسير لأنه مفردها وقت عبارة عن مفرد ليس مؤنث هاي بدك تنتبه إلها القاعدة ممكن أجيب لك سؤال جمع تكسير في هذه الكلمات وأضع لك معلمات مهندسات أوقات تضع لي أوقات تمام بيكون عندي حل هذا السؤال ناني جمع مفرد وجمع فقط شو نوع الجمع؟ جمع تكسير جمع تكسير لا يأتي على نمط معين إلو أنماط متغير شهيد شهداء منزل منازل ليس مثل جمع المذكر السالم بنتي باب نون ويا أنون وليس مثل جمع المؤنث السالم بنتي بألف وتاء طبعا السؤال الثاني أيضا فيه عندي كلمات عبارة عن جمع مجالس تجار ألوان أوقات فقراء قبل ما ننتقل للسؤال الثاني بدنا نقرأ الجمل أعلن المدير الأوقات المخصصة للرحلات المدرسية من أداب المجالس أن نوسع لكبير السن طبعا هذا هو حل تدريب الثاني كما هو موضح عندكم كلمات يا فران جمع بدنا نكتبها في الجمال حتى تصبحتكم لعندي جملة مفيدة طبعا قبل ما ننتقل للسؤال الثالث عندي هون جمع التكسير عليك واجب بدك تجمع لي الكلمات هذه هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير رن في لفظ مفردة فقط من غير في لفظ مفردة جمع ما له نماط معين جمع التكسير بعد ما تكتبها تبعت لي على المنصة طبعا السؤال الأخير أملأ الفراغ على نمط المثال ثم مقرأ بعد أن حدد العالم مكان المشروع أدرك استحالة إقامته فقط هون بدأ أضيف بعد أن أكمل الجملة أحكي أدرك طبعا هون إيش يمينني بالجمل بعد أن أحس رجله بالبرد ما له طيب شو ما له شو عرف شو أدرك أدرك معناها عرفة عرفة أو أدرك ضرورة اقتناء متفأة يعني هو بعد ما حس بالبرد عرف أنه لازم يستخدم متفأة بعد أن رجع المسافر من غربته ما له أدرك مدى حبه لوطنه بعد أن سمع المذنب النصيحة أدرك حجم الخطأ الذي ارتكب وعند استخدام بعد أن بدي أستخدم جملة بتكمل إياها بعدها باستخدم الفعل أدرك وبكمل الجملة بايك بكون عندي حل هذا السؤال وهذه الصفحة بايك احنا خلصنا حصتنا لهذا اليوم يعطيكم العافية يا رابع